هناك إنهماك من قبل وسائل إعلام كثيرة داخلية وخارجية على بث السلبية ونقل الأمور غير الإيجابية للناس لغايات سياسية أو نفعية من دون النظر إلى الوجه الإيجابي للتحول الذي شهده العراق وجه إيجابي وتحول مشرق يعيشه العراق هذا ما تحدث عنه رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني خلال حفل بعيد الصحافة العراقية محملاً مؤسسات إعلام داخلية وخارجية مسؤولية تولد مشاعر النفور لدى بعض الدول من العراق والتي حرمته من فرص الاستثمار والتنمية لاقتصار عمل تلك المؤسسات على نقل السلبيات إيجابية ومنجزات عملية سياسية يطالب السودان من المؤسسات الإعلامية نقلها رغم عمل الصحفيين في بيئة دولة توصف بالأخطر في العالم بحسب منظمة مراسلون بلا حدود كانت نتيجتها مقتل مئات الصحفيين لمجرد كشفهم عن ملفات الفساد والانتهاكات فيما يفتخر نقيب الصحفيين مؤيد اللامي بعدم وجود أي صحفي معتقل في العراق منذ خمسة عشر عاماً وتجاهل وجود مغيبين قصراً وفارين خارج البلاد حيث تحرس الميليشيات على طمس أي أدلة تدينها نفتخر نحن الآن في العراق ومنذ عدة سنوات بأن العراق لا يوجد فيه سجين صحفي على قضية رأيه ونشر نهائياً السوداني الذي ينتمي للإطار التنسقي بقواه التي زادت من أعباء الدولة المالية وعرقلت استقرار العراق بحسب تقرير لمجلة فورين أفيرز الأمريكية والتي أكدت عدم إمكانية الكشف عن الفساد والفاسدين في العراق في ظل قوانين مفرغة من محتوها وقضاء سيس لملاحقة الناشطين وهو ما اعترف به السوداني الذي ساوم بشكل مبطن الصحفيين بين سن قانون حق الحصول على المعلومة ومنحهم امتيازات مالية وسمات وتسهيلات قال مراقبون إنها باب لتطويع الإعلام وترويضه إن تطلعنا من أجل دور حقيقي للسلطة الرابعة في تثبيت أركان النظام الديمقراطي يحتم علينا تقديم ما يوفر للصحفي الحياة الكريمة وأن لا يكون لقمة سائغة لمن يستغل الصحافة وبعد مرور نحو سبعة أشهر على استلام السوداني لحكومة تصفها الميليشيات الولائية بحكومة المقاومة والممانعة فإن أبرز منجزاتها هو ابتلاع الحجر للدولة ومنح أحزاب لنفسها عفوا عن سرقات أموال سلف تقدر بنحو مئة مليار